السلام عليكم يا أحلام تابعين من يبدأ كلامنا بالصالحة للنبي عليها أفضل الصلاة ويتم التسليم وطبعا ما تنسوش دعمنا بأهم حاجة اللايك لأنه بيساعدنا لانتشار وانتشار الفيديو وتنسوش برضو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو أول مرة بتشوفونا الفيلم بيبدأ مع ولد صغير اسمه بيكيتي وهو دخل يشدر بالجزاء مهمة في المباراة اللي بيلعبها مع أصدقائه بيعرفنا نفسه بيقولنا أن اللي واقف في المرمى ده يبقى أحسن حارس في الدور كله والمعروب بلقى بالعنجبوت الأحمر من كتره وحارس مميز علشان كده كان لازم يختاره المتخصص ركلات الجزاء علشان يسدد القرى عليه بيقولنا أن المتخصص ده يبقى هو بيدخل شرطه الضربة وبشرطها الطريقة غريبة جدا وبيخرجها بره بعدها بيقولنا أنه فعلا متخصص في ضربات الجزاء بس متخصص في الضضيع مش التسجيل بيقولوا أنه عمره مجاب ولا ركل الجزاء في حياته ده ميخلي زميله في الفريق على طول زعلانين وخايفين منه ما أنه بيحاولون يركز جدا وده يخليل على ضربة الجزاء علشان يخلق أهله فخورين به ويفرحهم ويفرح زميله لكن على الرغم من كده هو معروف بالتضيع بطريقة غريبة مرة بيشوتوا الكرة ضعيفة جدا وجنب العرضة مرة تانية بيشوتوا الكرة في الجو وبتخبط في طائر كان قريب من الجون وبيقولنا أنه لحد دلوقتي مش عارف بيحصل معاه ليه كده بنرجع قبل المباراة دي بكم يوم وبنشوف بكيت في المدرسة وبيقابل اتنين من صحابه الاتنين بيفضلوا يتريعوا عليه وبيقولوا أن الفيديو الأخير ليه هو بيضيع ضربة الجزاء اللي جاب حوالي مئة ألف مشاهدة وأشهر واحد في طاضيع ضربات الجزاء طبعا كلامهم بيضايق بكيت جدا وبيخليه ماشي زعلان لكن اللي بيزعلوا أكتر هو أن كل الطلاب في المدرسة بالترياء عليه وبيتفرجوا على الفيديوهات بتاعته وبيضيع ضربات الجزاء وبيفضلوا يضحكوا بيقرر ما يهتمش بيهم وبيدخل على الفصل بتاعه لما بيدخل بيتفاجئ بوالد اسمه توني بيكون قاعد بيكلم مع شيل بناته وبيحكي لهم عن انجازاته وعن انجازات بابا وأن بابا وعده لما يكبر يخليه يلعب في ريال مدريد بيفضل يقولهم على مهراته وأنه مش بيضيع أي رقلات جزاء خالص وبينادي على بيكيتي وبيقولهم بعد اليوم الدراسي لو في دي خمس دايق ممكن يعلمه ازاي يلعب ضربات الجزاء علشان يبطل تضيعه كل شوية ويجيب مشاهدات في الطريقة طبعا كلامه بيضايق بيكيتي لكن لحسن الحظ ان المدرس بتاعهم بيدخلوا بيكملوا اليوم الدراسي بعدما بيخلصوا بييجي مع التدريب كرة القدم بيروحوا كلهم على الملعب لكن في الطريق بيكون في ولد بيلعب بالكرة وبيخبطها ببنت معاهم اسمها أنيتا ويواقع أن الضارة بتاعتها على الأرض وبنعرف أنها نيتا يتبقى بنت المديرة وهي ملهاش في الرياضة خالص يكون لتركيزها على الدراسة والمذاكرة لأنها من المتفوقين في الوقت ده بييجي واحد من العمال اسمه رادو بياخدوا الكرة من الولد ده لما بيلاقي أن يضايق بنت المديرة من غير ما يعتذر لها وبيشوتوا الكرة بتاعته بكل قوتها وبيطهارها بعيد لدرجة أنها بتختفي بتكون المديرة بتتفرج من الشباك ومبسوطا نجاب حق بانتهاء بعد شوية بتتجمع مع المدرسين وبتقول لهم أنه عندها اقتراح لازم يفكروا فيه كويس جدا أنهم لازم يلغوا تدريب كرة القدم لأنه بيجيب لهم أي دخل وكمان الفريق بتاعهم فاشل وعمره ما كسب بتتفق معهم أن الفريق لو فضل يخسر كده ساعتها تنفزل في دماغها وبعد شوية بيروحوا كلهم على الملعب علشان تدريب كرة القدم هناك المدرب بيعرفهم على بنت جديدة دخلت معهم الفريق اسمها هي لينا بتكون وضع عليها أنها موهوبة وبطرف تسدد على المرمى من آخر الملعب وبتسجل الكرة بعد ما بتخلص بتقول لي بيكيتي أنها تعرفه وطبعا بيكيتي بيحس بالأحراج لأنه فاكر أنها عرفة من الفيديوهات بتاعته اللي بيضيع فيها الأهداف لكنها بتقول أنها عرفته أنها ساكنة قدامه هي للسناء لها جديد يوم موتها ساعتها بيستنى لما التدريب بيخلص وبيروح قابلها براء الملعب علشان يروحوا مع بعض في الطريق بيفدر يتكلموا مع بعض وبتعرفوا على بعض أكتر وأكتر بتعرفوا أنها عايشة في البيت ده مع موتها لوحدهم بعد ما باباها مفصل عنهم وعيش في مكان بعيد عنهم وبيكيتي بيسلم عليها وبيقول لها أنهم أكيد هيتقابلوا مرة تانية بعدها بيدخل على البيت وبيكون متضايق ويفدر يحكي لمامته عن اللي تقال عليه النهاردة في المدرسة وأنهم هيفككهم فريق كرة القدم ويعملوا مكان وأنشطة طلابية تانية زي فريق الكرال والروكسترا مامته بتكون متضايقة جدا بتتكلم مع بابا بيكيتي اللي بيشتغل زابط شرطة وبتقوله لازم يستغل السلطة بتاعته ويروح المدرسة ويحددهم أنهم ما يرغوش فريق الكورة لأنه دي أكتر حاجة بيكيتي بيحبها في حياته بابا بيكون مش عارف يتصرف إزاي لكنه بيقعدها أنه يتكلم معهم تاني يوم بيكون في مباراة بين المدرسة اللي بيكون فيها بيكيتي ومدرسة تانية المباراة لما بتبدأ بتكون كل حاجة مشة بشكل طبيعي لحد ما فجأة بيشوفوا الحكم موايا على الأرض ساعتها بيتخضوا وبيجروا كلهم عليه وعشان ممكن يكون حصلوا حاجة لكن وقتها بيكتشفوا أنه نايم وزي ما يكون واخد مخدر واحد اللي كان قصد يخليه نايم علشان المطش يبوز في الوقت ده بيتدخر واحد فيهم وبيقولهم أنه عضوا في لجنة الدوري وبيعودهم أنه يحل الموضوع ده بسرعة على طول بيتصل على حكم تاني من رابطة الدوري علشان يجي يحكم المطش ده وفعلا بيجي الحكم بسرعة ويكمل معهم المباراة المشكلة أنه بيكون باين أن الحكم التاني متحاز للمدرسة المنافسة المدرسة بيكيتي مش بيحسب لهم أي تدخلات ولما الفريق المنافس بيوقعوا إلينا مش بيحسب لهم حاجة علشان المدرسة التانية هي اللي تفوس في النهاية وبنشوف أن المديرة مبسوطة ببصر شخص قاعد وراها وكأنها بتقوله أن الخطة بتاعتهم نجحت ده بيخلينا نفهم من المديرة هي لعملك كده علشان المدرسة تخسر وتقدر أنها تلغفرية الكورة زي ما بتخطط وبعض المتش بيكون بيكيتي أخد بالهم ده اللي حصل مع المديرة وبيقول له صحابه على الكلام ده صحابه مش بيصدقوا بيقولوا أنهم على طول بيخسروا وبيعرفون دي كلها حاجة بيكيتي بيكون متأكد من اللي بيقولوا بس المشكلة أن أثناء ما بيتكلم معهم بياخد باله النهلين قاعدة مع توني وعمالين يضحكوا بيكون توني برضو عمال يتكلم عن نفسه وعن إنجازاته وأنه لعب موهوب ولما يكبر هيلحف واحد من الأندية الكبيرة في الوقت ده بيقرر بيكيتي أنه يتجسس عليهم وبيطلع على فرع الشجرة علشان يسمع هم بيقولوا إيه المشكلة أن الفرع ده بيتكسر وبيعبه بس الحسن الحظ أنهم مش بيشوفوه بيكملوا كلام عادي مع بعض بعد شوية بيروح بيكيتي على محل مامته علشان تعليق له الجروح وبيفضل اشتكلها من اللي بيحصل بيقولها إنه خايف إن فري الكرة يتفكك وحلمه يضيع بالطبع إنه كل حاجة هتكون كويسة وما فيش حاجة من دي هتحصل في الوقت ده بتتفاجئ مامة بيكيتي إنه مامة هيلينة جاية تتكلم معاه شوية وطبع على الاتنين أصدقاء وبيكرروا يطلعوا يتكلموا بره علشان بيكيتي ما يسمعهاش ده بيخلي بيكيتي بعايز يارف وما بيقوله اي بره علشان كده بيجيب عربية لعبة وبيربط فيها سماعة التليفون بيخليها تتحرك على المكان اللي هم الاتنين عادين فيه وانه حد تاني هو في المحل بيرفع السماعة علشان يسمع بيقوله اي كويس بتكون مامة هيلينة بتشتكوا وبتقول إنها خايفة إن فري الكرة ده يتفكك أكثر منهم كلهم ده لإنها قررت تدخل بنتها فري الكرة علشان باباها ما يخدهاش منها بتعرف مامة بيكيتي إن لو الفريد فاكك ساعتها هيقدر يضمها الحنانطو وهي خايفة من كده جدا يريد بعتوقف الفيديو هنا وتنزل تدوس على اللايك لإن اللايك بدعمنا في الانتشار وارجع كمل معايا الأحداث مامة بيكيتي بتبدل تقول لها ما تقلاش وبتطمنها إن كل حاجة تبقى كويسة وتتحل وبعد ما بتخلص كلام وبتقوم بتتفاجئ إنها بتدوس على العربية وبتقوم على الأرض وتعرف إن أكيد بيكيتي هو اللي عمل كده تخرج بسرعة علشان تمسكه لكنه بيكون هرب بعد شوية بيرجع على البيت وبيشوف هلينا بتتخانق مع مامتها من البلكون لأنها خايفة إن باباها ياخد حضانتها بيخليها تعيش معاها وهي مش عايزة تبعد عنها مامتها بتقول لها إنها بتعمل اللي عليها علشان ده ما أعصلش لكن هلينا بتكون شايفة إن مامتها مقصرة وإنها المفروض تحارب علشانها أكتر من كده وبعد شوية بيجي فيكتور أخو بيكيتي بيكيتي إن هلينا عايزة تقابلوا في البيت المهجور اللي جنبهم على طول بيروح علشان يقابلها بيتفاجئ إن الفريق بتاع المدرسة كلهم موجودين هناك فضل هلينا تقول لهم إن المديرة عايزة تلغي فريق الكرة وتدخل مكانه استصمارات علشان تاخد فلوس لنفسها علشان كده مش يسمحوا إنهم يلغوا الفريق اللي بيحبوه ومنعهم يعملوا أكتر حاجة بيحبوها كلهم علشان كده بيتفقوا إنهم لازم يقتلوا في الملعب بيكسبوا كل الماتشاط اللي جاية علشان يبضلوا في الدوري بيوازوا خطة المديرة تماما فعلان تاني يوم بيكون فيه ماتشو قده مدرسة تانية لكن بيكون واضح إن المدرسة التانية دي الطلاب اللي فيها أكبر من السن المسموح به كمان بيكونوا بيتعاملوا بعمف فرنبارا وبيضربوا في مدرسة بيكيتي وزميلو بنشوف إن الحكم في الوقت ده حس إنه مش فوعي وحس إنه هلاوس حواليه في كل مكان بدأ يتخيل إنه شايف ده بدوب بيتكلم تجع بيوغم عليه وبيوغ على الأرض وإنه بيخلي الشخص اللي ادخل المرة اللي فاتت بيدخل تاني المرة دي وبيقول لهم إنه من الدوري وهيجيب لهم حكم تاني دلوقتي وبيتصل على نفس الحكم اللي جيه المرة اللي فاتت واللي بيزلم مدرسة بيكيتي وبيخليهم يخسرهم وراك العداء بعد شوية بيروح بيكيتي يتكلم مع بابا ومامته بيقول لهم لازم يحققوا في اللي بيحصل ده وبيقول لبابا إنه ضابط شرطة ومنحقه يحقق مع المديرة بابا بيقوله إنه ما فيش بلاغ رسمي ضدهم لحد دلوقتي محدش يشتكى من أي حاجة وده يمنعه إنه يحقق في حاجة من غير ما يكون معاه إذن أو تصريح حتى لو كان ضابط شرطة علشان كده بيقرر بيكيتي هو وزماله إنهم يحققوا في اللي بيحصل ده بنافسهم أول حاجة بيعملوها إنهم بيروحوا على رادو بيسألوه لو كان شاف أي حاجة غريبة بتحصل مع الحكام في القوضة بتاعتهم ولا لأ ولو كان حد فيهم بييجي يزورهم رادو بيقول لهم إنه كل حاجة طبيعية وما فيش أي حاجة تخليهم يشكوا في اللوقت ده بيجي في دماغهم فكرة إنهم يروحوا على المستشفى اللي فيها الحكم ويسألوه بنفسهم عن اللي حصل معه خصوصا لما بيقرر فنه لسه محجوز في المستشفى فعلا بيتحركوا على هناك وبدخولوا المستشفى لكن بيكون عندهم مشكلة وهي إنهم يوصلوا لقوضة اللي فيها الحكم إزاي علشان كده بيعملوا تمويه وبيخلوا واحد منهم يتكلم مع موظفة الاستيبال علشان يشغلها لحد ما البقين ينجحوا إنهم يدخلوا لقوضة اللي فيها الحكم فعلا بيعملوا كده والخطة بتنجع وبيدخلوا لقوضة وبتفاجئوا إن الحكم لسه تعبان زي ما هو وبشوفهم كلهم عراس لابة ودباديب وشخصيات كارتونية وبيكون لسه مش فوعي تماما فاجأ بسمعه صوت حد جاي فبيعرفوا إن حد من الدكاترة على طول بيجروا يستخبهم لكن بيتفاجئوا إن اللي جاي ده مش دكتوره وإن يبقى الشاكون مدرب الفريق المنافس لما بيدخل بيغير حاجة في المحلول بتاع الحكم علشان يفضل تحت تأثير المخدر وده بيخليهم كلهم متأكدوا إن الكلام اللي قالوا بيكيتي كان صح ساعتها بيخرجوا من المستشفى وبيعسموا نفسهم على مجمواتين الأول هتروح على البيت عنده شاكون علشان يعرفوا أي حاجة عنه ودي هتكون بقيادة بيكيتي المجموعة التانية هتروح المكتب بتاعه ودي هتكون بقيادة هلينا المجموعة الأولى بيوصلوا لبيته وبيقولوا للشغالة إنهم فريق الكرة بتاعه وعندهم مجتمع مهم فعلا بيدخلوا جوه يستنوا في قضة المكتب اللي ببيته وبدأوا يستخدموا الأدوات اللي خدوا عن المحل عند أمام بيكيتي علشان يحطوا كاميرات مرابعة في المكتب لكنهم بيضمروا كل حاجة بيوقعوا الكتب وبيقطعوا الكنبة لكن في النهاية بيلاوا الحبوب المناومة اللي بيحطها الحكام من ناحية التانية بتكون هلينا واللي معها دخلوا المكتب وبيدوروا على أي دليل فيه بس المشكلة إن شاكون بيكون لسه مخلص تدريب وبيرجع على المكتب بتاعه وده بيخلي واحد من المجموعة اللي مع هلينا يروح يتكلم مع الفريق التاني علشان يستفزهم يخليهم يجروا وراه ويضيع وقت ويدي فرصة لزمائل ويهربوا فعلا ده اللي بيحصل وبتقدر هلينا واللي معها يغربوا بعد شوية بيرجع شاكون على البيت وبيعرف من الشغال إن فريق الكرة بتاعه مستني جوه وبيخليه يستغرب لإنه مدهمش معاد من الأول فلما بيدخل جوه بيتفاجئ بمنظر المكتب اللي تدمر وكل حاجة بات على الأرض بعد اللي بيكيتي وزمائله عملوه وبيكون مصدوم ومش مصدق نفسه وبعد شوية بنشوب بيكيتي وكل زمائله لما بيروح يقابلوا أنيتا بنت المديرة بيرجع كل واحد على بيته وفي نفس اليوم ده بالليل بيكون بيكيتي مش عارف ينام علشان كده بيقوم يروح على البيت المأجور وبيراجع الكاميرات اللي كانت في الملعب ويكتشف إن الحاكم واللي بنعرف إن اسمه جريدو كان موجود في الملعب والمباراة شغالة وكان بس مستني إن أحد يقول له ينزل وده معنان الخطة اللي عملوها موجودة من الأول ومتخطط لها من زمان على طول بيروح يرقبوا الحاكم ده ولا بيعرفوا إن الشغال في الجمعة وبيكون في المعمل وبيعمل تركيبة كيميائية جديدة بعدما بيخلص بيقرر كل أطفال إنهم يجروا وراء بالعجلة لكن المشكلة إنه بيعرب منهم بيقرر واحد إن الأطفال إنه يبعط وراء الدرون بتاعه علشان يرابه وبيشوفه وبيسلم التركيبة الكيميائية اللي معاه لحد داعات فعربية لكنهم مش بيعرفوا مين الشخص ده بعد شواء بيرجع بيكيتي على البيت وبيكون فرحان إنه لا دليل عليهم ويخلي بابا يحقق معهم بيكيتي عملوا في بيته وإنه ضمره وده بيخليهم يعقبوا بإنه بيتحبس فقطه لما بيروح بابا بيكيتي يسألوا ليه عمل كده بيقولوا بيكيتي على الحقيقة كلها وإنه فيهم أمر عليهم علشان فريق الكرة يتلغي في اليوم اللي بعد كده بيكون عندهم آخر مباراة ولو خسروا فالفريق هيتلغي ولو كذبوا هيكملوا لعبة في الدورة في اليوم ده بتقرر مامة بيكيتي إن هي اللي تروح تضربهم وتحط الخطة وإنها مشجعة قوية جداً وبتحب الكرة بيقرر بيكيتي إن يدخل قوضة الحكم علشان يشوف مين اللي هيحط طوله المخدر في المشروب بتاعه فعلاً بيعمل كده لكن بيجي شخص من برة وبيعفل علي الباب بالمفتاح في الوقت ده بيكون الماتش بدأ والشروط الأول شغال كلهم بيكونوا عايزين يعرفوا مكان بيكيتي فين ولما بيعرفوا بيروحوا يفتحوا له الباب وبتفاجئوا إن الباب مش عايز يتفتح لحد ما بيجي رادو بيساعدهم وبيكسر الباب بعد على طول بيرجع بيكيتي على الملعب وبيشارك في الماتش والحكم بيكون شرب من الإزازة بتاعته فجأة بيبدأ يشوف هلاوس إن فيه ناس بتطرده وفيه دكتور مجنون عايز يخلص عليه علشان كده بيوع على الأرض وبيفقد الوعي وعلى طول بيظهر الحكم جريدو اللي بيكون مستعد علشان يحكم المبارادي بيكملوا الماتش بعد كده وبيكون فريق مدرسة بيكيتي مقدمين مستوى عالي جدا واخدين الموضوع بجد ومركزين حد ما بيجي بابا بيكيتي علشان يقبض على الشخص اللي ورا كل الأحداث اللي بتحصل دي واللي بنتفاجئ إنها مش المديرة وإنه يبقى بابا توني واللي كان عايز يقفل الفريق ده علشان ابنه يسيبه ويروح يلعب في الفريق أكبر علشان يتطور ويلعب لنادي كبير لما يكبر وبعد شواء بينكمل الأحداث اللي المباراة وبنشوف إن فريق بيكيتي بيجيله ضرب الجزاء ده بيرجعنا لأول مشهد في الفيلم لما كان بيكيتي بيحكي لنا عن الحارس اللي قدامه ده واللي اسمه العنكبوت الأحمر اللي يعتبر أفضل حارس في الدورة كله لكن المرة دي وعلى غير العادة بيقدر بيكيتي يسجل الهدف ويقود فريقه ويفوز وكل حواليه بيكونوا مبسوطين ومش بيصدقين نفسهم وفيكتور بينشر فيديو لبيكيتي وبيقول فيه إن إلينا هي السبب في الحاجات الحلوة اللي الفريق ده شافها لأنه الشاحل وعليهم وبيحبها وبعد ما كل حاجة بتخلص الفريق بيستمر في الدورة ويقرروا كل الأطفال إنهم يكملوا لعب كورة ويعملوا الحاجة اللي بيحبوها من غير محد يمنعهم أو يتحكم فيهم وبفضلوا طول الوقت أصدقاء وبيحبوا بعض وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك أشعار بكل جديد بنعمله